في حلقة جديدة نتابع فيها تطورات وأحكام قضائية في حق سيف الدين مخلوف واعترافات من سيف الدين مخلوف في السجن خلينا نبدأ بآخر التفاصيل القضائية وين تم تأجيل أو قرار من هيئة دائرة الجناحية السيدسة بالمحكمة الابتدائية في تونس قررت تأجيل محاكمة رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إلى جلسة 31 ديسمبر من أجل جلب مخلوف من السجن بعد ما رفض هو أنه يخرج من السجن الإشارة مش أول مرة سيف الدين مخلوف يرفض أنه يغادر السجن ويحضر في بلاسته المحامي متاعه واتبع هالإجراء هذية لأكثر من مرة وأحضر المحامي متاعه والأستاذ العبيدي اللي بيينه وحكي ووضح أنه موكل متاعه سيف الدين مخلوف فاتعرض للتسميم في السجن تصريح خطير جدا نتعرض للتسميم وهو في حالة صحية سيئة للغاية يقول أنه هذا هو السبب الحقيقي وراء أنه امتنع عن الموثول أمام القضاء ويقول في الحقيقة مش هو اللي رفض ولكن تم تسميمه وحالته حارجة جدا تحول أمام حضوره إلى الجلسة يعني جلسة المحاكمة ذيك عليش تم تأجي القضية إلى 31 ديسمبر المحامي الأستاذ الكيليني العبيدي اللي طلب في حق بقية المحامين اللي ينوبوا سيف الدين مخلوف أنهم يزيدوا يطلبوا التأخير في القضية هذه بش يزيدوا يطلعوا ويحضروا وسائل الدفاع لدفاع على سيف الدين مخلوف في قضية يرفعها عليه شكون وكيل الجمهورية سابقا لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل الثلب دونك سيف الدين مخلوف كيف اللخصه قديش من قضية تتعلق به وموجود عليه في السجن برشة قضايا أشهرهم وإلا أخطرهم هي غزوة المطار أو حديثة المطار هذه العقوبة فيها تنجم توصل حتى إلى الأعدام متهم خطيرة جدا وتتابع فيها المحكمة العسكرية فيما قضية أخرى تتعلق بالاعتداء على قضي عسكري وقت لمشى سيف الدين مخلوف للمحكمة العسكرية وقتها يعني صارت منيبشة وصار نقاش بينه بين قضية عسكري ثم قضية في الغرض إلى جنب ثم قضية ثالث في سيدي بوزيد إلى جنب ثم قضية أخرى تتعلق بالأموال أيضا تتعلق بسيف الدين مخلوف برشة قضايا لحقيقها اللي اليوم مش نحكيه على بعض الاعترافات اللي قدمهم سيف الدين مخلوف الأستاذ الكيليني يقول أنه يطلب من محامين اللي ديفوا على سيف الدين مخلوف أنهم يزيدوا ويطلبوا تأجيل القضية وبتابعة الحال هيئة الدائرة الجناحية السيدسة بالمحكمة الابتدائية في تونس كانت قضت غيبيا هي أصدرت الحكم متاحة غيبي بعام وثمانية شهر في حق سيف الدين مخلوف شنية تهمة متاحة وهي الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في القضية اللي رفع عليه وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد وسيف الدين مخلوف طبعا اعترض على هذا الحكم اللي فيه عام وثمانية شهر خلينا نشوفوا شنوها الجديد في هذه القضية خاصة الاعترافات اللي جي من سيف الدين مخلوف في السجن طبعا الاعترافات هذه نقلتها المحامية لأنه فيما برشا محامين قادرين ينوبوا على سيف الدين مخلوف والاعترافات هذه نقلتهم المحامية اليوم وهما يعني يحكاهم لسيف الدين مخلوف ولكن هو في الوقت الحاضر تتعكر حالته الصحية جدا بسبب التسميم في السجن كما يأكد المحامية وتقول للمحامية انيسة الحراث اللي هبت تدوينه ونقلت على النائب سيف الدين مخلوف النائب البرلمان المجمد يقول اخيرا انه هو يعترف بتحمل المسئولية في اللي صار لونكل ويقول اللي هو عرف السبب واللي هو في ذات نفسه هو اللي يتحمل المسئولية كيفيش وكيفيش هالاعترافات سيف الدين مخلوف هذي جي سيف الدين مخلوف يقول اللي هو يتعرض لهذه الكل على خاطر ازعج فرنسا لانه طالب بلائحة اعتذار يعني طلب اعتذار من فرنسا وهذا اللي ازعج برشة نيس وبرشة اطراف واتهم معناه الاعلميين واتهم برشة اطراف أخرى كيما يقول زيدا الاعلميين تقلقوا برشة من مشروع تنقيح المرسوم 116 اللي كان يهدف حسب تعبير سيف الدين مخلوف لتحرير الاعلام يقول زيدا انه هو ازعج الاتحاد العام تونسي للشغل بمشروع تنقيح مجلة الشغل اللي نص على منع الاقتطاع الايلي من اجور الموظفين ويقول زيدا سيف الدين مخلوف اللي هو ازعج النقابات الامنية كيفاش بمشروع تنقيح قانون قوة الامن الداخلي والي صار عليه هذا جدل كبير 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 برشة القانون او مشروع القانون يعني المبادرة يعني لقدمها تليف الكرامة يقول زيدا سيف الدين مخلوف انه مس من معنويات قوة الامن المشروع هذا مشروع قانون منع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ويقول ازعج الامارات بمشروع قانون للرجوع في المصادقة على اتفاقية سما دبي سما دبي وازعج البنوك بمشروع تنقيح قانون الشيكيت وازعج بعض الاحزاب بمشروع قانون المحاسبة المالية للاحزاب على حد تعبيره سيف الدين مخلوف في رسالته تلبي الاعتذار على ارتكاب كل هالفضاعات طبعا هو بتعبير مجازي يعتبر هذي فضاعات والجراء بين ذفرين ويقول اللي هذي جريمته الوحيدة اللي هو حب يبدل حاجات وحب يصلى برش حاجات ولكن فمشكون ما يحبش يقول زيدا هو حاول انه يكون وفي لليمين اللي حلف في مجلس نواب الشعب انه بش يخدم الشعب التونسي بامانة وشرف ويتفهم تماما انه كل ما اصابه هذي واصاب العيلة امتاعه ونواب الكتلة امتاعه قيادة حزبه راهوا كان بسبب هالتصرفات والجرائم بين ذفرين كما وصفهم هو اللي عملهم طبعا هو مش يقصد جرائم هو تعبير مجازي يعني جرائم ويقول اللي اصاب عيلته نذكر انه تم الاعتداء على سيارة زوجته لكن تراب قدم الدار نذكر معناها هذي يعني اعترافات سيف الدين مخلوف اللي نقلتها المحام يمتاعه سيف الدين مخلوف اللي هو تواحص بزيدة محمي عضو اخر في هائل الدفاع يقول اللي تم تسميمه وهو في حالة حارجة ومانجمش حتى يمشي الى المحكمة هذي عليش اليوم تم تأجيل الجلسة فعنده جلسة اخرى النهار 31 ديسمبر ان شاء الله لابس وبتابعة الحال القانون ياخذ المجرم تاعه وسيف الدين مخلوف يحاول يدفع على نفسه هذا شيء طبيعي كل انسان يدفع على نفسه فمهيئة محامين كاملة تتكون من جملة من المحامين تتولى دفاع على سيف الدين مخلوف لتبرئتم من كل هذه التهم كما قلت انه اخطرتهم لسيف الدين مخلوف هي غزوة المطار او حديثة المطار نذكروا شوي مبعضنا من 2019 الانتخابة التشريعية وان برز معناها سيف الدين مخلوف في البرلمان اول مرة يدخل البرلمان وسيف الدين مخلوف يعني تعرف بالمشاكل اللي سايرة اعتدقه على عبير موسي كثرت المشاحنات والعرك وترذيل عمل البرلمان والفيديوهات اللايف ويعني كانت اتهامات متبادلة وكانت صور معناها ما نحبوهش في تونس لتليق بتونس اليوم فما برشة تطورات سياسية فما يعني قضايا مرفوعة ضد سيف الدين مخلوف العادلة تأخذ مجرها تم رفع الحصانة على سيف الدين مخلوف في انتظار صدور قرارات وفي قضايا اخرى كما اذكرتم في هذا الفيديو